رضيتك احنا في مصر موقفنا ايه في سكر الاطفال ومعدله قد ايه وهل بيزيد ولا لا احنا الحقيقة عملنا شجل كبير جدا مع وزارة الصحة عارنا سنتين نشتغل لفينا مصر كلها لقينا الانتشار نسبة الانتشار 8 من 10 في الالف يعني كل الف طفل فيه طفل عنده سكر والحالات الجديدة 3.5 في المئة الف وده برضو اللي اكدته نظمة الـ IDF اللي هي المنظمة العالمية للسكر وطبعا هي النسبة بتزيد لسببين سرعة التشخيص دلوقتي بين الناس عمدهم وعي اكتر وبعدين نمط الحياة التلوث الفيروسات مفيش سبب اقدر اقول لك هو ده اللي سبب السكر لا ملتي فكتوري مجموعة اسباب بتؤدن الحالات بتزيد التلوث الفيروسات الاسترس ضغط النفسي ضغط الاكل ونوعية الاكل دي الحاجة اللي كنت هكلم حرج فيها ان اول حاجة الاسرة بتتقلها في التدريب بتاع معاملة المريض السكر او الطفل ان فيه اكل معين طيب ايه الفايدة ان هو يأكل الاكل المعين وبقية الاسرة بتأكل اكل مش صحيح لا احنا ضد كده جدا احنا بنحسب له بنأكله اكل متوازن ولازم البيت كله يأكل زيه ما ينفعش يعني ادب بقى ادب كله ادب هو يأكل كل الاكل حضراتك طبع طبع يعني كل الاكل بس اكل صحي متوازن يعني نقلل السكريات الفاكهة اوكي اما يلعب ممكن ياخد حاجة كالنفسه فيها لكن اوحش حاجة انك تجيب الطفل اللي عنده سكر انا ما بسموهش مريض بالسكر بسميه متعايش مع السكر اوحش حاجة ان انا اقول له لا انت هتاكل ده اخوك هياكل ده لا لا ما يفعش خالص هيبقى ساعتها اللي عنده اخوه هو والأحلى فاحنا بنحسب له نوايات الاكل كميات الاكل ونديهم دايما كده نصائح ازاي يحسبوا كمية الاكل ويعدلوا جرعة الانسولين تناسب هي حركية تغيير العادات واحنا اتكلمنا في برنامينا بحياة كتير ارهقنا الناس معانا يعني بدل ما بديلوا كيس شيبسي وشوكولتاية بديلوا تفحاية وخيارة بالضبط ده اكله ده اكله والاتنين كويسين مهم يتعودوا من بدر يأكل صح يأكل صح بالضبط طيب قبل ما اخش في العلاج مع حضرتك ويمكن ده يبقى في الفقرة التانية انا عاوز كمان اشوف المتابعة هيجب تنصحي بمتابعة التحليل بصورة شكلها ايه كل قد ايه والمتابعة اللي على المادة الطويل تكون ازاي انا دايما بلاقي يعني من ان انا بشوف العيانين كتير اول شهرين الام رائعة اقول لها ايش السكر قبل الاكل وبعده واكتبيلي في نوتة بديها نوتة تكتب فيها تبقى متحمسة جدا بعد ست شهر تحمس بقل بعد سنة اقل باكتب تقع بالسنين ما تجليش ولا ايه جايلي بمصيبة ولد عنده مثلا غيبوبة بتاع